مشهر لناسل سابقا مع بعض هنا مقدر الماضي هنا الطرف السالب متوصل بمقاومة المشاكل البشر ومقدر المقدر المقاومة هنا 6K هنا مقاومة برضو 6K وهنا مقاومة 3K جميل. كل ده متوصل طبعا بجراوند. فعند هنا قيمته اه اربعة ميلي امبير. فعند هنا اه مقاومة متوصلة بالاوتبوت. قيمتها اتناشر كيلة. طيب. يبتدي كده نطبق نفس القوانين. طبعا عندي من هنا الهنا. طيب. اول حاجة انا عندي بيساول في مينس. يعني اللي عنده النقطة دي بيساول الفولت اللي عنده النقطة دي. ده معنى ايه? طبعا الفولت اللي عنده النقطة دي هو نفسه الفولت اللي عنده النقطة دي لان ما فيش اي مقاومة. بالتالي طبعا الفولت اللي عنده النقطة دي هو الفولت اللي عنده النقطة دي هو كمان يبقى ال V minus بيساوي ال V output. طيب واحنا عارفين ان ال V plus بيساوي ال V minus. يبقى برضو ال V plus هو كمان بيساوي ال V output. يبقى ال برضو الفولت اللي عنده النقطة دي هو كمان V output. تمام? طيب. ويه? بما ان اه في الايدا اللي ابقام ال I plus بيساوي ال I minus بيساوي سفر. يعني ما فيش current بيمر هنا. ولا في current بيمر هنا. طالما current بيمر هنا بسفر. يعني كان السلك ده كده مقطوع. طالما السلك ده مقطوع. يعني نقدر نعتبر ان ال 6 كيلو وال 6 كيلو دول مع بعض ايه? اه توالي. توالي? طيب. يبقى انا كده عندي فرصة ان انا اقدر احسب الفولتج اللي عند النقطة دي باستخدام الفولتج ديفجان. هسمي مثلا الفولت اللي هنا Vx. تمام? فنقدر اقول ايه? وطبعا الفولت اللي عنده النقطة دي هو نفسه V output. فاقدر اكتب كده using voltage ديفجان. عند النقطة عند في البرانش ده كده. اقدر اقول ان ال V output اللي هو الفولت اللي عند النقطة دي. بيساوي الفولت الكل اللي هو قيمة مضروف في مضروف في المقاومة اللي انا بحسب عليها اللي هي 6 كيلو. على 6 كيلو زائد 6 كيلو. ده باستخدام الفولتج ديفجان عادي. طبعا ستة على ستة زائد ستة على ستة على الاتناشر. ستة على الاتناشر فيها النص. يبقى ده كده بنص على كود. يبقى ال V output بتساوي نص Vx. تمام? يبقى آآ ممكن نقول برضو ان ال Vx بتساوي اتنين V output وهنخلي دي كده معادلة رقم واحد. دي كده اكويشن رقم واحد. طيب احنا دلوقتي عايزين نحسب ال V output. فممكن نعمل ال KCL عند النقطة دي. عند ال Vx. هفترض ان الطيارات كلها خارجة. من هنا. ومن هنا. ومن هنا. ومن هنا. تمام? طيب اقول كده KCL Vx. تبقى اول حاجة. انا عندي. تعال نعمل KCL ده فوق عشان نبقى قريبين من الرسمة نفسها. تبقى نقول KCL Vx. اول حاجة. الطيار اللي ماشي في الاتجاه ده فتبقى KCL Vx. او لا هو. طيار اللي ماشي في الاتجاه ده هو KCL عكس الاربعة ميلي امبيري اللي خارجة. فهو سالب اربعة ميلي. سالب اربعة ميلي. زائد الطيار اللي نازل تحته KCL Vx على تلاتة كيلو. زائد الطيار اللي ماشي في الاتجاه ده قيمته في اكس على آآ ستة كيلو زائد ستة كيلو. تمام? زائد الطيار اللي طالع فوق او اللي ماشي فيه الاتجاه ده قيمته ايه? قيمته الفولت اللي هنا اللي هو في اكس ناقص الفولت اللي عنده نقطة دي اللي هو في اوضبط على المقامل ما بينهم يعني على اتناشر كيلو. كل ده بيساوي سفر. طيب. اه طبعا هنا ستة كيلو زائد ستة كيلو باتناشر كيلو. ممكن نبتل مكانها اتناشر كيلو. طيب. وسالب اربعة ملي. الملي ده اللي هو عشرة قص سالب تلاتة. لو نزل تحت في المقام يبقى عشرة قص تلاتة. وعشرة قص تلاتة هي الكيلو. فاحنا ممكن نشيل الملي من هنا ونكتبها ايه? نكتبها هنا كيلو. ليه عملت كده? عشان اختصر الكي ده مع الكي ده مع الكي ده مع الكي ده. فممكن نشيل الكيهات كلها من هنا ومن هنا. ومن هنا ومن هنا. طيب. برضو ممكن اضرب المسألة كلها او ممكن الاول ودي السلبة اربعة بعكس الاشارة تروح هنا بموجب اربعة. وبعد ذلك ممكن اضرب المسألة كلها في اتناشر. هنا الاتناشر على تلاتة فعال الاربعة يبقى اربعة في اكس. اتناشر مع الاتناشر هتطير يبقى زائد في اكس. وهنا الاتناشر مع فاربعة? بكم? اتناشر فاربعة بي اا تمانية واربعين? تمام. يبقى انا عندي اربعة في اكس زائد في اكس زائد في اكس يعني استة في اكس Living time Bx بقى ستة او المعادلة اللي انا وصلت لها بقى انnicose ستة v x no quitsey Gewout book بتتساوي تمانية واربعين. يعني في اوتبوت بتتساوي ستة v x ناقص تمانية واربعين. طيب ال v x انا كنت جبت تقيمتها. انا كنت وصلت ان ال VX بتساوي اتنين V output من المعادلة رقم واحد. يبقى من المعادلة رقم واحد هنعوض بها هنا ما كان ال VX دي. يبقى انا عندي ال V output بيساوي ستة في VX يعني في اتنين V output ناقص تمانية واربعين. يبقى انا عندي هنا آآ V output بتساوي ستة في اتنين باتناشر يبقى اتناشر V output ناقص تمانية واربعين. ممكن اواجيب ال V output هنا بعكس الاشارة و blueberries هنا بعكس الاشارة وانا عندي احتاشر V output بتساوي مجب تمانية واربعين هيبقى V output بتساوي تمانية واربعين على الحداشر تمام يبقى هاده كده فعلا قيمة V output تمانية واربعين على الحداشر. طيب احنا كنا عايزين نحسبي. احنا كنا عايزين نحسب Boston we're turning home حسابنا the output. به هنقدر نحسب قيمة東i risk. اللي هي نازلة عند يعني يعني الـ ix هي القرنت اللي نازل هنا تمام اللي هو القرنت ده. طيب الـ ix والفولت اللي عندنا هو نفسه Voutput. نقدر نقول ان الـ ix بساطة بتساوي Voutput على المقاومة 6K. تمام؟ يعني نجي هنا كان نقدر نقول الـ ix بتساوي Voutput على 6K يعني بتساوي 48 على 11 على 6K يعني 6 في 10 بس 3. احسب كل ده على الأقل هتطلع معاك ان الـ ix بتساوي 727.2 في 10 أساسية بستة او مايكرو أمبيري. بقى دي كده قيمة الـ ix تمام؟ كده احنا حلين سؤال 5.13